الاهلي تعادل مع سموحة قبلها فوز عسير جدا وصعب جدا على فرقه قبلها تعادل مفاجئ مع فيوتشا اللي كان بيلعب منقوص بعشرة اللاعبين الحالة في النادي الاهلي عاملة ازاي بقى؟ ايه الوضع بعد التعادل مع سموحة؟ تعال اقول لكم اللي بيحصل جوه النادي الاهلي بعد التعادل مع سموحة قرأت ادارة النادي الاهلي تجميد مستحقات الفريق سواء الجهاز الفني او اللاعبين لاجل غير مسمى وعدم ربط الافراج عنها بتحسن نتائج الفريق حيث تكون الكلمة في هذا الامر للادارة وفقا لوجهة نظرها يعني ايه؟ يعني ايه بس الجملة دي عشتبه حولكم فاهمين؟ عادة كان الاهلي بيجمد المستحقات يجمدها شوية واوما تجد تحسن يلا افتحها تانية او افرج عن المستحقات تاني دلوقتي لأ قال لهم انا هجمد المستحقات وهفرج عنها لما حس ان الاداء تحسن او الفريق مش على رتم واحد مش مجرد فوس في مباراة وخلاص نكام ثانيا قام الكابتل سيد عبدالحفيز مدير الكرة بنقل رسالة شديدة اللهجة من ادارة الكرة بالنادي الى اللاعبين اكد فيها ان هناك حالة غضب اتجاه الفريق من سوق الاداء وعدم اللعب باسرار وروح عليها كما هو معروف عن الفريق كما شدد على اللاعبين بعقاب اي لاعب يسرب اخبار حول امتلاك وعروض للرحيل موضحا ان لجنة التخطيط ترفض اي عروض في الوقت الحالي وانها هي صاحبة الحق في هذا الامر ليه؟ ده ليه؟ عشان الكلام اللي تقال الفترة اللي فاتت عن عروض لمحمد مجدي افشا عروض لرامي ربيع عروض لحسين الشحات كل ده عمل ازعاج في النادي الاهلي وحس ان اللاعبين ممكن مايركزوش بسبب هذه الورود تحديدا وحنا داخلين خلاص على فترة الانتقالات يومين وهنبقى فترة انتقالات يناير نكمل تم ابلاغ مارسي كولر بعقد جلسة معه من جانب محمود الخطيب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمكلف بالاشراف على ملف الكرة فور عودته من الخارج من اجل رسم ملامح خريطة الفريق في الفترة المقبلة ومعرفة اسباب تراجع الاداء مؤخرا نكمل رابعا مارسي كولر عتب لاعبي الفريق بشدة خلال المراني الاخير على عدم تنفيذ تعليماته واكد لهم انه لا احد نفذ مقاله في كيفية ضرب التكتلات الدفاعية كما انه لا يوجد لاعب اعتمد على مهاراته الفردية لمنحة تفوق الفني للفريق هذا بجانب غضبه الشديد من حمد فتح لاعب الوسط نظرا لعدم تقبل اللاعب فكرة الجلوس احتياطيا حيث يرى مارسي كولر ان اي لاعب ليس من حقه لاعتراض على اختياراته للتشكيل بس هو طبعا طبعا محدش يعترض على اختيار مدرب خاصة ان مارسي كولر من المدربين اللي بتعمل تدوير بس هو بصراحة شديدة برضو مارسي كولر بيعمل تدوير كتير اوي في فترات قليلة يعني ايه يعني انت ممكن تلعب بتشكيلة ثابتة 3 ا4 مباريات وبعد كده تبدأ تعمل تدوير في لعب او اتنين وبعد كده تعمل تدوير في المباراة اللي بعدها في لعب او اتنين تانين غيرهم بس المشكلة انه تشكيلة النادي الاهلي ممكن تلاقي فيها 3 او اربع او خمس لعبين متغيرين في كل مباراة مباريات قريبة جدا وبتتغير في حالة الانسجام تقريبا مش موجودة ده ملوش علاقة بحمد فتحي او حمد فتحي في كل حوال ملوش انه يعترض انا بس بتكلم على فكرة انه تدوير كتير فيش لعيبة بتثبت السايا فيه النادي الاهلي باستثناء اتنين لعيبة او تلاتة لعيبة بكتير نكمل خامسا هناك حالة تواصل مستمرة بالاجلة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح مع امير توفيق مدير التعاقدات من اجل تجيز ملف كامل حول الترشحات التي سيتم تقدمها الى مرس الكرة للتعاقد مع اي منها حيث تتضمن هذه القائمة اللاعبين احمد عبد الحكم وخالد عبد الفتاح لعبها سموحة وباهر المحمد اللاعب الاسماعيلي ومحمد علي بن رمضان لعب وسط التراج التونسي في ظل نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري بجانب محمد الضاوي لعب النجم السحلي بالمناسبة محمد علي بن رمضان رغبته الاولى هي الاحتراف في اوروبا بس الاهل متمسك جدا او لسه بيفكر فيه محمد علي بن رمضان من الموسم اللي فات كمان نكمل مرس الكرة تكرر عدم تجديد عقد رامي ربيع على مدافع الفريق واصبح الامر الان في يد لجنة التخطيط كما ينوي الاعتماد على شادي حسين في المباريات المجبلة لقيادة خط الهجوم رغم انه لا يميل لفكرة استمرار اللاعب كما هو الحال مع باقي خط الهجوم الذي يرى ضروري تدعيمه بشكل افضل هو مش مقتنع بخط الهجوم بالكامل عشان تبقوا فاهمين مرس الكولر مش مقتنع باي مهاجم في النادي الاهلي ودي مش معلومات دي صورة واضحة مفيش مهاجم حافظ على مكانه مبراطن او تلاتة وراء بعض مفيش في النادي الاهلي شادي يخش يطلع حسين يخش يطلع شريف يخش يطلع حتى برسيته ودخل صحيح كان يبدو انه هيكمل معه شوية بس هو لعيم مبراء التانية تصاب برونو سافي لعيم مهاجم بعد كي رجعه تاني مكانه فما فيش هو مش مقتنع بمهاجمين خالص في النادي الاهلي ده واضحة ودوح الشمس سابعا اصبح السنية حسام حسن وزياد طارق على بعد خطوات من الرحيل الى نادي يسموح على سبير الاعارة ونفس الامر اللعب محمد محمود الذي اقتربه من الانضمام لنادي الاتحاد السكندري طيب دي او ده ما يدور في النادي الاهلي بعد التعادل مع سموح في غضب شديد في غضب شديد وابس انا عايز اقول حاجة لجمعين النادي الاهلي هي قدارة النادي الاهلي هي برضو جمعين النادي الاهلي يعني مش فدافع عنهم انا بس بحط نفسي مكانهم قدارة النادي الاهلي لو أنت كجمهور غاضب فأكيد الإدارة غضبانة بس الفكرة في إيه أنت كجمهور مش هتقدر تعمل حاجة أنت بقى كأدارة لازم تعملي حاجة فالإدارة تبقى غضبانة وتعمل حاجة فهي ده اللي بيعملوه بقى الإدارة دلوقتي تحركات في التعاقدات تحركات في اللعيبة اللي رحلة عقوبات على اللعبين تفاصيل كثيرة تخص عودة الانضباط جوه النادي الأهلي مرة أخرى وبصراحة شديدة هو اللي فيه النادي الأهلي دلوقتي ده بقى له فترة بقى له فترة وجميل الأهلي كانت متعسمة خير كتير في الموسم الجديد أعتقد أن الأمور ممكن إدارة النادي الأهلي تتدركها مع الجهاز الفني في الفترة القليلة القادمة